كالعادة وما في شك أنه بنات مصر مكسرين الدنيا في الألعاب الرياضية خصوصاً للألعاب الرياضية الفردية معنا دلوقتي بطلة البطلة دي علياء صالح بتكتب إنجاز جديد في لعبة الجنباز الإقاعي وبتحصل على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا وبكده بتحقق المعادلة الأهم في مشوارها وبتتأهل رسمياً لأولمبياد باريس رحلة قوية ما في شك ومتميزة في مشوار علياء هنتعرف عليها دلوقتي هي من ورانا في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليك يا علياء وألف ألف مبروك طبعاً الميدالية الذهبية مرسي يا الله يبارك بحضرتك يا أهلا بيك من ورانا طيب المشوار مع الجنباز الإقاعي أعتقد أنه لازم يبدأ أنت صغيرة قوي صح؟ طبعاً بدأت أمتى؟ بدأت أنا عندي ثلاث سنين ونص لأ هو مش صغيرة قوي كده مش زالة كنت أصاده يعني فعلاً؟ طب إيه اللي خلاك تروحي للجنباز الإقاعي؟ أنا جربت رياضات كثير قبل كده يعني مثلاً جربت تنس وسباحة ويعني عديت على كل الرياضات دعمت سنتين بقى أو يعني سنتين ونص ثلاثة بدأت أن ممت توديني في رياضات مختلفة وبصراحة مستريحتش خالص ولا انبهرت زي ما انبهرت بالجنباز الإقاعي مشوفتوا بقى النتيجة عشان دايماً بنقول إيه؟ أعرضوا على أولادكو الألعاب خليهم يشاركوا في أكتر من لعبة ويشوفوا دي ويشوفوا دي وهم يختاروا ما تفردش على ابنك لعبة معينة والنتيجة ما شاء الله دهابية في البطولة الأفريقية وليس قدامها المشوار كبير يعني أوه إن شاء الله طيب احكي لنا بقى المنافسات كتعاملة زي في البطولة الأفريقية؟ احنا كان في منافسات يعني كان معايا تنين تنين من مصر وبرضو كان معايا واحدة لعبة من معايا في النادي برضو فإحنا كنا أربع لعبين فردي وواحدة كانت من أنجولا وهي برضو كنا بنتنافس كتير في البطولات الدولية زي كقوس عالم وبطولات عالم وكده فحفظين بعض يعني أوه بس الحمد لله كنت دايماً متفوقع عليهم في البطولات وكنت بطلع دايماً الأولى على أفريقيا حتى في البطولات الدولية طيب جميل جداً النظام اللي أبقى بقى إزاي يعني النقاط بتحتسب إزاي أعزين يعني ندخل مشاهدين شوية في التفاصيل إحنا عندنا في الكود الجديد بتاع الجنباز هو بيتغير كل سنة مع الأولمبيكس يعني كل أربع سنين مع كل الأولمبيكس بيتغير فعشان كده إحنا لنا عشر درجات مثلاً في النظافة أن هي ما يبقاش فيه خطوات تحت الرمايات الغلطات طبعاً لما بيقى فيه غلطات طبعاً البنت بتنقص وبرضو بيبقى فيه إن إحنا نكون فيه إنسيابية إنسيابية مع الميوزيك وكده فهي دي طبعاً بتفرق قوي في الدرجات هي عشر نقاط تقريباً ولا عشرين؟ هي في عشرة لا هو يعني عشرة 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 وهي بتتقسم بقى على الحاجات المختلفة يعني ممكن من أحسن الدرجات دلوقتي البنات الدولية بيحصلوا على ستة وثلاثين درجات طيب أنت تلعبي فردي أو فريق؟ أنا فردي فردي أسهل فردي أعطاك؟ يعني أسهل من الجماعي اه ايه صعوبة الجماعي؟ الجماعي أن هم لازم يكونوا دايماً مع بعض ولو واحدة تأخرت طبعاً يعني ده بينقصوا وإنه لازم تكون دايماً رمياتهم نفس العلوة ونفس بيمسكوا في نفس الثانية فهي دي اللي بتفرق قوي طيب هي مدتها قدي؟ الجماعي دقتين ونص والفردي دي أو نص دي أو نص ومفروض أن حركاتي محسوبة مفيش غلطة عشان أخد العلامة الكامل بالزفر الموضوع صعب قوي او صح؟ او محتاج تمرين كتير طبعاً طيب أنت مين اللي شجعك عشان تكملي في اللعبة دي؟ أنا اللي شجعني طبعاً مدربتي هي معايا بقالها تسع سنين اسمها نوها حسام وهي كانت دايماً بتشجعني أن أنا أكمل تمرين كلها وبرضو الاتحاد المصري للجنباز هو دايماً كان بيدعمنا كلنا وهو طبعاً دكتور إيهاب أمين ومسنوها عبدالوهاب هم اللي كانوا دايماً في ظهري والحمد لله قدرنا أن احنا نوصل للإنجاز ده والبيت أكيد بيدعم طبعاً طبعاً البيت ده طبعاً دعم مختلف خالص طبعاً وقت تمرين طبعاً يعني دايماً مامتي وبابايا وأخويا طبعاً بيدعموني وكان فيه برضو مدرب الفتنس بتاعي اسمه محمود سراج هو كان برضو له دعم كبير قوي يعني في الفتنس وحتى في المنتل سيت بتاعي في التمارين طيب من ثلاث سين ونص الحد دلوقتي كلمين بقى بالتفاصيل كده عمشورك اوكي أنا من آخر أفريقيا أنا طلعت يعني هيكت السنة اللي فاتت طلعت فيها تاني فدي من ساعتها حسيت أن أنا محتاجة أن أنا أشتغل على نفسي أكتر أن أنا أقدر أن أنا أوصل لمركز الأول وهي دي كانت يعني آخر سنة كانت من أصعب السنين لأن هي كانت فيها بطلات كتير قوي وكنت مفهودة أن أنا أحافظ على مستوية وأتحسن أكتر فعشان كده هي كانت من أصعب السنين بس أعتقد أن اللجاه يكون أصعب وأصعب طبعاً يعني إحنا عدينا تاني أفريقيا وبعدين دلوقتي يدهب في أفريقيا فأعتقد أن اللجاه يكون صعب أيها طبعاً طيب إيه بقى متطلبات اللعبة دي يعني لو حد مثلاً عايز يودي أولادهم هما يلعبوا الجنباز الإقاءة إيه متطلباتها؟ إيه المطلوب؟ المطلوب أنه يبتدوا من هما سن صغير طبعاً وأنهما لازم البنت تكون عندها مرونات أو عندها تعلنت ما في اللعبة يعني عندها كويدنيشن أنها تعرف تمسك الأدوات أنها تعرف يعني تتصرف لما بيحصل غلطة تحاول تخبي على الغلطة فهي دي طبعاً تبتدي من سن صغير تتعاود على اللعبة وتتعاود على الأدوات بس الموضوع صعب أعتقد ما هوش سهل يعني يعني أكيد قابلت تحديات أكيد قابلت صعوبات في طريقك طبعاً طيب إيه هي؟ يعني مثلاً الإصابات بتكون من أهم الحاجات اللي بتقف في طريق اللاعب بس يعني الحمد لله لما بيبقى فيه دكتور معالج كويس هو اللي بيقدر يعني يحفظ على اللعيب وإن هو يقدر يعني مثلاً يربط الرجل كويس عشان يقدر أن اللعيب يكملوا بطولة وكده أكيد لها نظام غذائي كمان مختلف نحن نكلم في رشاقة وليونة لازم يكون فيه نظام غذائي مختلف طبعاً يعني هو لازم البنت تكون مركزة كويس قوي في اللي هي بتاكله يعني ما يفعش أن هي تقعد تاكل مثلاً بالليل متأخر قوي فعشان كده ده بيبان قوي في اللعبة فعشان كده لازم يعني نفضل مركزين قوي على طريقة أكلنا يعني ده برضو بيحفظ على صحتنا طبعاً بكل تأكيد طيب عايزك تطمينيها كده على مستوى الجنباز اللي قاية في مصر عامل الزاهر عندنا نماذج كتيرة في هاللعبة منتشرة مثلاً في مصر هي اللعبة يعني مش منتشرة قوي بس هي ابتدت تتشاهر شوية يعني بس سواء اللي أكتر الجنباز الفني هو اللي مشهور أكتر الفني هو بنات وولاد طبعاً ده الفني ده الفني إحنا بس الإقاعي بنات بس وهو الجنباز الفني أكيد دلوقت مش عارف عمل الحركات دي أنا متأكد من كده هي الفني معتمدة أكتر على العضلات بس إحنا معتمدين على العضلات اللي هي مطولة يعني أن هي تبقى مرنات أكتر وعضلات طويلة لكن الفني هم يعني محتاجين عضلات جامد قوي إن هم يقدروا يعمل لكل حاجات بالزبط طب أنت بتعودي قدية تتدرب يعني بتجهزي مثلاً لبطولة زي بطولة أفريقيا دي إزاي يعني إحنا قبل البطولة أنا رحت معسكر بر مصر وتجهزت هناك إن إحنا كنا بنتمرن كتير وبرضو حتى هنا في مصر بنتمرن كل يوم يعني بنتمرن ست مرات في الأسبوع من ستة لثمان ساعات في اليوم كتير قوي بس يعني إحنا محتاجين إن إحنا نتمرن كل ده لأن هي اللعبة دي محتاجة تمرين كتير وتركيز كتير قوي طبعا طيب وصفي لي بقى حالتك أول ما يعني كنت حاسب إي أول ما خدت للدهب أنا بصراحة يعني مكنتش متخيلا إن أنا مش أكون حاسب يعني كنت مغضوية قوي يعني كنت مبسوطة جدا فعني كنت لما كنت مبسوطة هو يعني حاسيت إن أنا مش حاسب اللي بيحصل بس يعني مكنتش مستوعبة قوي بس الحمد لله بس كنت مجهزة نفسك مع أنت بتقولي السنة اللي فاتت كنت المركز التاني فأكيد دخل السنة دي وهي المركز الأولية الدهبات بالزبط يعني أنا كنت دخل حتى في التسقين يعني كنت دخل يعني اللي أنا اللي هو إن شاء الله هكسب وهعمل عليها وكده والحمد لله يعني ده اللي حصل وبرضو يعني ما كنتش مستوعبة خالص غير لما يعني وقفت وكنت سمع نشيد المصر وكده فهو ده ساعتها اللي استوعبت أن أنا الحمد لله كل التعب ده يعني كان كويس بالنسبة لي الحمد لله طيب إحنا قلنا في البداية أنت هتشاركي في أولمبياد بريسا وفيه أعتقد بطولات تانية هتشاركي فيها أوه مفروض أوه يعني فيه بطولات دولية جاية كتير قبل الأولمبيكس فإحنا لسه بنزبط يعني مع مدربتي ومع النادي وكده نشوف إحنا هنقدار نطلع إيه قبل البطولة عشان نجهز نفسنا صح للأولمبيكس طيب هل فوزك في البطولة الأفريقية هو هو اللي بيأهلك للبطولات التانية دي ولا مالوش علاقة لا هي مالهاش علاقية بس بيأهلك الأولمبياد بريسا طيب أعتقد أن الأولمبياد بريس هتكون صعبة وهتكون استعداداتها مختلفة بدأتوا تتكلموا طيب بدأت تتكلموا مع المدرب بتاعك مثلا تشوفي هنعمل إيه الفترة الجاية تجهزي نفسك أنا عارف أنه هو بدري شوية بس أعتقد أن التحضير بيكون بدري برده طبعا إحنا يعني تكلمنا شوية كده إن إحنا محتاجين إن إحنا بردو نبتدي ندوس شوية في التمارين نركز في يعني نحاول نصعب شوية في الجمل مثلا نعمل حركات أصعب أو إن إحنا نتمرن أكتر بتركيز أكتر طبعا نحاول نشارك في البطولات اللي جاية دي عشان يعني يكون الإعداد صح للأولمبيكس بتدرس المنفسين يعني يعني مثلا إنتي قلت إن كان في لعبة معاك إنتي حفظها وعرفة طريقة لعبها وطريقة عرضها عمل إزاي بتدرسيهم دايما يعني دايما مش بحاول إن أنا أركز على المنفسين بحاول قوي إن أنا أركز مع نفسي أنا إن أنا أعمل ما بيني وما بين نفسي يعني الشغل اللي عليها وخلاص يعني بخش إن أنا أعمل اللي عليها بصف ورقتك يعني أو بالزبط طيب دايما كويس جدا أنت بقى بالنسبة للدراسة أخبارها إيه معاك أنا بدرسي إيه؟ أنا بدرس هندسة معمارية أنا في تونيس أنا في الجامعة بس دلوقتي يعني وأخذي بريك من السماستر ده عشان كده مش بروح عشان أعرف أركز في التمارين تمام بس هنرجع تاني نكمل وطبعا الأول على الدفع طبعا الأول على الدفع إن شاء الله الأول على الدفع أنا طبعا يعني نفسي إن أنا في الأولمبيكس أقدر أحقق مركز لمصر يعني إن أنا مثلا أطلع من أول عشرة أو يعني إن أنا أقدر أحقق حتى في أداية واحدة مثلا أخش فينلز إن أنا يعني أرفع مستوى مصر في الجنباز الإقاعي بالذات إن هو يبتدي يتعرف في مصر طيب لما نيجي نبص مثلا على المنافسات وأنا بكلمك ومستوى مصر في الجنباز الإقاعي أكيد فيه دول مميزة مثلا أو مهتمة أوي باللعبة ففيه لعبين بتوع هذه الدول المنافساتهم بيكون شديدة إيه هي الدول دي؟ الدول دي هي بلغاريا شطرين أي في الجنباز من زمان وطبعا إيطاليا هما من أحسن الناس حتى في الفردي والجماعي فيه برضو بلاد تانية بس هما يعني الأبرز للبلاد هي بلغاريا وإيطاليا الموضوع محتاج كمان أزر موسيقية أعتقد صح؟ تسمعهم مع الحركة وفيه تمييز طبعا مختلف أيها لازم طبعا نكون سمعيني موسيق طول الوقت لأن هذه بيكون عليها درجات نفس الموسيق اللي بتتضربي عليها ولا دي بيكون مختلفة؟ نفس الوحدة نفسها آه طبعا إحنا فخورين جدا بيكي بنبرك لك مرة تانية وبنتمنالك كل التوفيق في أولمبياد باريس وإن شاء الله ترفعي عالم مصر ومرة تانية ألف مبروك يا علياء شرفتين ونورتين ترجمة نانسي قنقر